أورد الإمام البخاري عقب هذا الحديث مباشرة حديثا آخر بمعنى ربما كان فيه اختلاف يسير في بعض الألفاظ أو زيادة بسيطة قال حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هجام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه هذه الرواية تصور لنا أن هذا الإنسان أخذ حزمة الحطب وحملها على ظهره وهو حين يفعل ذلك من أجل أن يبيعها وأن يتكسب منها يعبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول فيكف الله بها وجهه يكف وجهه عن سؤال الناس عن أن يمد يده إلى الناس فيكف الله بها وجهه وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه إلى ذلك بعض الذين سألوا وقال للسائل أليس في بيتك شيء؟ يعني لماذا تسأل؟ لماذا تمد يدك إلى الناس؟ قال بلى ليس عندنا إلا حلس يعني غطاء نفرس بعضه ونتغطى بالبعض وقام صغير نشرب فيه فقال أتني بهم وقام بإعلان أول مزاد في الإسلام إلى أن انتهى إلى السمن وقال له خذ جزءا منه فانبذ به طعاما إلى أهلك وبهذا اشتري قدوما وشد فيه عودا وقال اذهب فاحتطب ولا أرينك خمسة عشر يوم فذهب الرجل وجمع الحطب وباعه وجاء فقال هذا أفضل خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أمناهم معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى حل مشكلة البطالة تلك المشكلة المزمنة التي ترنحت فيها نظريات المسؤولين والمتخصصين في العصور الحالية مما نتج عنه الكثير من مشكلات العصر والأخلاقيات التي أهدرت بسبب مشكلة البطالة والانحرافات التي حدثت بسبب مشكلة البطالة والأمر يحتاج إلى توعية الناس وتوجيههم بما وجه به الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون من هم أفضل منا وهم الصحابة الذين قال في شأنهم خير القرون قرني ثم الذين آلونهم ثم الذين آلونهم